اهلا بكم مشاهدين الكرام لا ساعتنا الاخيرة لهذا اليوم وفي عنوينها حمص مدينة خالية من الارهاب مع خروج الدفعة الاخيرة من مسلحي حي الوار الجيش ينفذ عمليات مركزة ضد الارهابيين في حماوة دير الزور وجيش النظام التركي يحاول ثقناته الى مراكز لتدريب الارهابيين الساعة الاخيرة بدأت اهلا بكم اشتركوا في القناة اعلن محافظ حمص طلال البرازي ان المدينة اصبحت خالية من السلاح والمسلحين وذلك بعد خروج اخر دفعة منهم من حي الوار باتجاه الشمال حمص حققت انجاز كبير اليوم بفضل اولا جهود وصمود الاهالي وبفضل جميع من شارك في عملية التسوية والمصالحة للحفاظ على ارواح اولا الاخوة المدنيين وقبل دقائق غادرت اخر حافلة من المسلحين غادر اليوم 800 من المسلحين مع عائلاتهم بحدود 2000 شخص باتجاه جرابلوس وادلب ونحن قبل قليل دخلنا الى حي الوار ونجد ان هناك ترحيب كبير من اهالي حي الوار وانتظار بفارغ الصبر ان يكونوا على موعد مع عودة مؤسسات الدولة والقوى الامنية وقوى الامن الداخلي وهي الان قوى الامن الداخلي بطريقها الى المواقع الداخلية ومؤسسات الدولة وقسم شرطة الوار والقصر العدلي اضافة الى ان سرية الهندسة تقوم بمهما بالتفتيش عن اي عبوات او الغام ربما تركت في مكان ما قد تؤثر في حياة المدنيين نحن نهنئ سوريا ونهنئ ابناء شعبنا وخصوصا في محافظة حمص بهذا الانجاز العظيم الذي تم برعاية كريمة من السيد الرئيس وبتوجيهات مستمرة من القيادة واليوم الحكومة وافقت على تقديم كل الدعم اللازم لاعادة الخدمات الى حي الوار شركة الاتصالات والكهرباء والمياه وستباشر كما باشرت منذ اربعة ايام في محيط الوار ستباشر هذه المؤسسات الخدمية اعمالها في حي الوار اعتبارا من اليوم وأريد أن أؤكد أيضا بأن فرع المخابز والسورية للتجارة ومؤسسات الدولة ذات طابع التدخل الإيجابي ستبدأ من الآن وبعد ساعة بالوصول الى كل المواقع لتقديم كل الإغاثة لأهالي حي الوار الذين اختاروا صمودا أن يبقوا في هذا الحي وأن يتحدوا الإرهاب ويعيدوا بناء هذا الحي كما كان من جديد وكان وزير الداخلية اللواء محمد الشعار قد اجتمع قبيل اعلان حي الوار آمنا وخاليا من المسلحين اجتمع مع قوى الأمن الداخلي وأكد لواء الشعار على دور قوى الأمن الداخلي الأسوليهم الحي في حماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين وتسير أعمالهم وحماية المنشآت الحكومية بتمنى لكم الأكيد بتمنى لكم التوفيق وبتمنى تقوموا بهذا الأمر بكل شرف ونزاهة وشجاعة وبكل قوة وأيضا بكل توازن وبالحفاظ على هؤلاء الناس لأنهم أيضا أمانة في عناقبكم وتثبتوا حيبة الدولة في الشارع هذا وشهدت مدينة حمص خروج آخر دفعة من المسلحين وبعض عائلاتهم من حي الوعر وقد تم تنفيذ خروج المسلحين على دفعات تم استكمالها مساء يوم الأحد وانتهت بخروج آخر حافلة توقل المسلحين وبعض عائلاتهم ومنذ بدء خروج المسلحين من حي الوعر في شهر آذار الماضي عاد إلى الحي عشرات الأشخاص من عائلات المسلحين من المخيمات التي خرجوا إليها في جرابلوس وإدلب وذلك بسبب سوء المعاملة وتم تقديم جميع التسهيلات اللازمات لهم ميدانيا الجيش العربي السوري يحقق إنجازات متتالية في حما ودير الزور مكبدا للإرهابيين خسيرة كبيرة في الأرواح والعتاد تفاصيل المشهد الميداني في هذا التقرير عمليات تخضها وحدات الجيش العربي السوري على أكثر من محور تلحق بالإرهابيين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد على محور ريف حمص الشرقي أعلن مصدر عسكري أن وحدات من الجيش العربي السوري قضت على عدد من إرهابي تنظيم داعش ودمرت آليات لهم مزودة برشاشات في المشيرف الجنوبية ومحمية التليلة وعلى اتجاه آراك بريفي حمص الشرقي في دير الزور دمرت وحدات من الجيش العربي السوري تجمعات وتحصينات لتنظيم داعش الإرهابي في المدينة ومحيطها فقد قضت وحدة من الجيش في عملية نوعية على عدد من الإرهابيين وأصابت آخرين على طريق المالحة في الأطراف الجنوبية لدير الزور مدفعية الجيش العربي السوري ركزت رماياتها النارية على بؤر وتحركات إرهابي داعش في مناطق المقابر والمكبات ومعامل البلوك ومحيط المطار وغرب تلة الصنوف وفي حيي العمال والمطار القديم الرمايات أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين وتدمير تحصينات وذخيرة لداعش في مناطق الاشتباك بدير الزور معسكرات جديدة للمجموعات الإرهابية تحت إشراف ورعاية الجيش التركي ورعاية نظام أنقر الإرهاب تأخذ طابعا رسميا بعد التعديلات الدستورية نظام أردوغان لم يعد يخفي دعمه للتنظيمات الإرهابية في سوريا حيث وصلت به الحال لدرجة المفاخرة بهذا الأمر أعلننا وكالة أنباء الأندول الرسمية الناطقة باسم نظام أنقر نقلت عن مصادر عسكرية تركية أن الجيش التركي أقام مؤخرا معسكرات تدريبية جديدة بالقرب من الحدود مع سوريا لتدريب عناصر المجموعات الإرهابية المصادر أشارت إلى أن التدريب يشمل استخدام مختلف أنواع الأسلحة بإشراف مباشر من ضباط القوات الخاصة في الجيش التركي إضافة إلى تقديم شتى أنواع الدعم لتلك العناصر بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من العناصر الإرهابية وقبل أسابيع قليلة انتشر أيضا على مواقع الصحف التركية مقاطع فيديو تظهر قيام الشرطة التركية بتحويل مبنى كليات الشرطة في مدينة سيواسة إلى مقر خاص لتدريب مئات العناصر الإرهابية التي سيتم إرسالها لاحقا إلى الداخل السورية ازدياد الدعم التركي للتنظيمات الإرهابية في الأشهر الأخيرة بشكل مضطرد وتحت غطاء رسمي يعتبر بحسب معارضين أتراك من أبرز نتائج التعديلات الدستورية التي أطلقت يد أردوغان في دعم الإرهاب بلا رقيب أو حسيب حتى من قبل المعارضة تحت قبة البرلمان وضع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل منشآة جبرملا لتربية الأبقار وإنشاء معمل ألبان ومعمل أعلاف ومخمر حيوي بريف حماه بتكلفة مليار وخمسمائة مليون ليرة كما وجه المهندس خميس بأعداد مذكرة تتضمن إحداث المناطق الحرفية والصناعية والبشاريع التنموية التي تحتاجها منطقة الغاب هذا وقد كرم خميس مئتي أسر من أسر الشهداء من أهالي ناحية سلحب والقرى التابعة له تفاصيل أوفى في هذا التقرير في اليوم الثاني لجولة الوفد الحكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة حما وضع رئيس المجلس حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل منشأة جبرملة لتربية الأبطار وإنشاء معمل ألبان ومعمل أعلاف ومخمر حيوي بريف حما بكلفة مليار وخمسمائة مليون ليرة اليوم نص الحكومة موجودة في محافظة حما مع القائمين على المحافظة من السلطة التنفيذية هذا يعني أن الحكومة كلها بشكل كامل كل ما يعني المحافظة القادمة المهندس عماد خميس أكد أن الحكومة مستعدة لتقديم كل التسهيلات والإعفاءات الجمركية مع أرض مجانا لأي صناعي يرغب في إقامة منشأة صناعية تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظة حما شريطة المباشرة بتأسيسها فورا كما وجه المهندس خميس خلال لقائه فعاليات شعبية ورسمية في منطقة سقيلبية بمحافظة حما بإعداد مذكرة تتضمن إحداث المناطق الحرفية والصناعية والمشاريع التنموية التي تحتاجها منطقة الغاب وتشكيل لجنة فنية لدراسة واقع إنشاء السدات المائية في المنطقة أتمنى زملائنا القائمين على المنطقة هنا في عنا الشعبية الحزبية في مكتب خاص وعنا أيضا مجلس المدينة في مكتب طلبنا نحن بالأيام الأخيرة بكتاب رسمي أنه يخصص في كل وحدة إدارية عدد من الموظفين لمتابعة الإجراءات الإدارية لذوي الشهداء والتكامل مع رفاقنا بفرع الحزب أو بشعبية الحزب بالمنطقة لتأمين كل المطلبات لذوي الشهداء بشكل كامل وخلال لقائه المرجعيات الدينية بمحافظة حمى في مدينة سلحب أشار المهندس خميس أعداء سوريا سعه إلى دس الفتنة بين أبنائها إلا أن الصمود الأسطوري للشعب السوري أسقط كل مخططاتهم مؤكدا أن سوريا ستبقى عنوانا للعيش المشترك كما كرم المهندس خميس في المركز الثقافي بمدينة سلحب مئتي أسرة من أسر الشهداء واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم مشيرا إلى أنه تم تخصيص مكتب لكل وحدة إدارية بناحية سلحب لمتابعة أمور ذوي الشهداء واتخاذ كل الأجراءات للحصول على مستحقاتهم وخلال لقائه الوفد الوزاري المرافق الفعاليات الشعبية والحزبية والإدارية وعدد من أعضاء مجلس الشعب في منطقة الغاب وجه رئيس الحكومة المعنيين في الوحدات الإدارية بإعداد خطط وبرامج تنموية محلية تؤمن فرص عمل للأهالي المطالب التي طلبها أهلنا في منطقة الغاب تم تلبيتها لكافة المحاصيل ومنها محصول الشواندر تمت الموافقة على التمويل من المصرف الزراعي الدفع النقدية السعر لفترة التسويق العقود المسبقة أي أن كافة مطاليب الأخوة الفلاحين لبيت وبشكل كامل منطقة الغاب بشكل عام هناك خمس سدود رئيسية للأسف سدود أغلب خارج السيطرة وهي تؤمن أيضا وارد مائي جيد في حال إن شاء الله تم تحرير هذه المناطب طرح في هذا المجلس الكريم أربع مواضيع الموضوع الأول إنهاء التشابكات المالية مع الوحدة الإدارية الحقيقة لدينا ديون على بلدية السقلبية 12 مليون ليرا سوري وجهت مدير عام شركة كهرباء حما من أجل إنهاء هذه التشابكات الموضوع الثاني تأمين محاولة كهربائية للمنطقة الحرفية في السقلبية سيادة الرئيس المركز التحويل المبني ويجزب فقط محاولة وتجهيزات فنية ومتممات الكلفة المالية حوالي 10 مليون ليرا سوري كل الوحدات الإدارية يعدوا مذكرات ويكونوا شاطرين فيها بحيث يركزوا على المشاريع التنموية اللي بتأمن إيراد وتعزز موقف البلدية مثل المشروع اللي انطرح بإنشاء قبان لتأمين الرواتف علما أنه معمم على كل الوحدات الإدارية منذ اليوم الأول لتشكيل حكومي على أن كل الوحدات الإدارية مطلوب منها إعادة النظر بالإستثمارات القائمة وأنا بعرف في لجنة مشكلة بالمحافظة تجتمع أسبوعيا بمشاركة النائب العام وإضافة إلى البحث عن استثمارات جديدة طرح بشكل متعدد بإقامة المناطق الصناعي وهذا طرح هام جدا وأوضح سيد وزير الدار المحلي سيتم التنسيق والمتابعة لإقامة مناطق صناعي في أي تجمع وقرب أي مكان لأنه هذه من الأمور الهامة وتهم أولاد المنطقة بشكل أساسي وتؤمن فرص عمل وتؤمن مستلزمة كان لدينا شبكة أهم من الطرق في حمى وأنا أوحيي الخدمات الفنية في حمى فعلا تاريخيا ومحافظة حمى على أن الطرق في حمى كانت من أفضل الطرق لكن نتيجة الحرب الإرهابية على سوريا كان هناك صعوبة لدى الوحدات الإدارية والإدارة المحلية بشكل عام لتأمين الاعتمادات اللازمة لصيانة الطرق في سوريا نظرا لذلك تم تحويل عدد من الطرق المحلية في سوريا إلى طرق مركزية الاهتمام الحكومي بمحافظة حمى سيبقى مستمرا خاصة بعد جولة الوفد الحكومية والتي ساهمت في الاطلاع بدقة على واقع الحال ليصدر الكثير من الإجراءات التي من شأنها النهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمحافظة التي صمدت بوجه الإرهابي طول سنوات الأزمة بحث وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم وصفير إيران بدمشق جواد تركبادي آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النفط والغاز والثروة المعدنية الوزير غانم أكد أهمية تعزيز التعاون بين البلدين ومشاركة الشركات الإيرانية في تنفيذ المشاريع الانتاجية والاستخراجية بما ينعكس إجابا على مصلحة الجانبين من جهته بيّن السفير الإيراني أن الشركات الإيرانية لديها المؤهلات والخبرات الفنية القادرة على تنفيذ المشاريع في المجالات النفطية مؤكدا استمرار بلاده في تقديم كل أنواع الدعم لسوريا تحت عنوان القانون الدولي الإنساني في سوريا واقع وطموح أقيمت ورشة عمل للتوسع بدور القانون الإنساني الدولي والإضاءة على أهميته وضرورة التعرف أو التعريف به دبلوماسيا واجتماعيا القانون الدولي الإنساني في سوريا واقع وطموح تحت هذا العنوان أقيمت في فندق الشيرة بدمشق ورشة عمل للتوسع بدور القانون الإنساني الدولي والإضاءة على أهميته وضرورة التعريف به دبلوماسيا واجتماعيا ثمت هذه الورشة بمشاركة الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر وبحضور نائب وزير الخارجية والمختربين الدكتور فيسر النقداد الذي أكد على أهمية التعريف بالقانون الإنساني الدولي ولسيما في ظل الحرب على سوريا وما تشهده من فضاعات إرهابية بشعة مدعومة من بعض الدول الإقليمية والدولية سوريا تمر بمرحلة صعبة الآن وهي محاربة الإرهاب لا بد لنا من أن نتعرف على أحكام القانون الدولي في مكافحة الإرهاب من جهة أخرى الجمهورية العربية السورية تتعرض لعدوان خارجي هناك دول تدعم الإرهاب وتمول الإرهاب وتأوي الإرهابيين وتسلحهم وهي تخالف بذلك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي لأن هذه الأسلحة تقتل المدنيين والأبرياء ولأن الإرهاب يقتل المدنيين ويقتل الأطفال إذن نحن بهذه الفعالية نريد نشر القانون الدولي الإنساني في سوريا تعريف الرأي العام الوطني به لكي نحسن استخدامه في معركتنا ضد أعدائنا ورشة العمل جاءت استكمالا لدورة القانون الإنساني الدولي التي أقيمت الأسبوع الماضي بوزارة الخارجية والمغتربين وتوسع المنسق الإقليمي للصريب الأحمر للبلدان النطقة باللغة العربية الدكتور عمر مكي بالحديث عن نشأة القانون الإنساني الدولي وتطوره التاريخي مستعرضان تطورات فقيات جينيف ولهي النظيمة لهذا والمبادئ التي يقوم عليها وأليات تطبيقه عندنا رغبة في تطبيق قواعد هذا القانون الدولي الإنساني وتفعيل قواعد القانون الدولي الإنساني عن طريق كافة مؤسسات الدول وهنا اللجنة الدولية للصريب الأحمر لها دور كبير جدا لأن اللجنة الدولية للصريب الأحمر هي الوصي على قواعد القانون الدولي الإنساني فالوصي على قواعد القانون الدولي الإنساني يعمل دائما أبدا بجانب اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني لتقديم المشهورة لهم في حالة إذا كان هناك مراجعة لتشريعات الوطنية بجمهورية سوريا ستكون اللجنة الدولية للصريب الأحمر في وضع يسمح لها بمراجعة التشريعات حتى تكون متسقة مع اتفاقيات القانون الدولي الإنساني وكان للحضور كلمتهم وآراؤهم بهذه الورشة وبفعالية القانون الإنساني الدولي ما يؤلمنا أنهم يدعمون هذه الجرائم يدعمون هدر وانتهاك الحقوق البشرية هناك لدينا شعور في سوريا كالشعب أن ما يحصل على الأرض السورية هو عار على الإنسانية عار على النظام الإنساني أن يترك هذه الجرائم تحصل يصمت عنها يؤهب لها ومن ثم يغرد في مكان آخر مشرعون وخصوصا الدول الكبرى تشرع وهي لا أقول آخر من يطبق هي لا تطبق قطعا أي قانون تدوس على القوانين وتدوس على الشعوب والطالب الشعوب الصغيرة لتطبيق القوانين هذا لا يمنع كل بلد من أن يطبق القانون ضمن حدوده لكي يرعى شؤون مواطنيه بأفضل السبل الممكنة المشكلة الكبرى أننا نعيش في عالم يعيش طلاقا هائلا بين الادعاءات والأقوال وبين الأفعال جهود سياسية ودبلوماسية وأعلامية مشتركة للتوعية بدور القانون الإنساني الدولي وضرورة اطلاع المجتمع السوري على مختلف شرائحه بمبادئه وأليات الاستفادة منه للوقوف بوجه الأرهاب ودعميه وإصال صوت سوريا إلى كل العالم ترجمة نانسي قنقر تضامنا مع سيري كلمة الحق المناضل صدق المقتوى رفض الحكم الجائر بحقه ولتأكيد على وحدة مصير الشعبين الفلسطيني والسوري زار الجولان السورية المحتل وفد من هيئة العمل الوطني في القدس شملت العديد من الشخصيات والقيادات الوطنية مراسل الإخبارية عماد المرعي والتفاصيل زار الجولان المحتل وفد من هيئة العمل الوطني في القدس شملت العديد من الشخصيات والقيادات الوطنية للتضامن مع سيري كلمة الحق المناضل صدق المقتوى ورفض الحكم الجائر بحقه للتأكيد على وحدة مصير الشعبين الفلسطيني والسوري ليس غريبا على هذا الاحتلال أن يقوم يحكم على مثل الأخ والرفيق صدقي بهذه الأحكام الشانعة التي لا يقبلها أي إنسان في العالم كله نحن نقول نازيون الجدد تكمن في إسرائيل في قتل وخطف وحرق الشهيد محمد أبو خضير وهو حي رسائل متعددة أكد عليها الوفد المشارك أهمها وقوفه إلى جانب مشروع التحرر لأبناء الجولان المحتل والذي تجسد من خلال تمسكهم بهويتهم العربية السورية ودعم سوريا حتى انتصارها على الإرهاب المدعوم من الكيان الصهيوني زياراتنا للجولان العربي السوري المحتل وتحديدا في بيت البطل صدق المقت ليس فقط للانتصار لحرية وبطولة رفيقنا البطل صدقي إنما لتجديد إعلان موقفنا من العدوان الغاشم على سوريا ما تتعرض له سوريا اليوم من هجم استعمارية الهدف منها تصفية الوجود القومي في سوريا هدفها النهائي هو تصفية القضية الوطنية للشعب الفلسطيني تستمر الوفود المتضامنة بالتعبير عن اعتزازها بالقائد المناظر صدق المقت حيث أشادت الكلمات بمسيرته النظالية داخل سجون الاحتلال واستمراره بعد تحرره بطريق المقاومة والدفاع عن تراب سوريا وذلك من خلال فضحه دعم الإرهاب من قبل الكيان الصهيوني يؤكد أبناء القدس المحتلة أن المناظر صدق المقت قضية بحجم وطن والتضامن معها واجب وطني ويطالبون بالعمل على إطلاق صراحه بكل السبل للإخبارية السورية عماد المرعي الجولان السوري المحتل إلى ذلك يواصل الأسرة السوريون والفلسطينيون إضرابهم المفتوحة عن الطعام لليوم الخامس وثلاثين على التوالي وتشهد جميع المدن الفلسطينية إضرابا شملا تضامنا مع الأسرة وسط دعوات لإضراب وغضب شعبي عارم احتجاجا على زيارة ترامب إلى فلسطين المحتلة ودعمه للكيان الصيومية يواصل الأسرة السوريون والفلسطينيون في سجون الاحتلال الصيوني إضرابهم المفتوحة عن الطعام ضمن معركة الحرية والكرامة لليوم الخامس والثلاثين على التوالي اللجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرة والمحرارين وناد الأسيرة أكدت أن الأسرة مصررون على استكمال إضراب الحرية والكرامة والتمسك بالأهداف التي تم وضعها حتى تحقيقها كاملة إلى ذلك تتواصل الفعليات المساندة للأسرة في جميع المناطق والمدن الفلسطينية حيث دعت اللجنة الوطنية لإسناد الإضراب إلى تكثيف الجهود والعمل نصرة لمعركة الحرية والكرامة ففي السياق طالب رئيس هيئة شؤون الأسرة والمحرارين الفلسطينيين عيسى قرقع إدارة مصلحة السجون الاحتلال بوقف جريمة التعكيم المتعمد وإغفاء الحقائق تجاه ما يجري بحق الأسر المضربين عن الطعام وحمل قراقع العدو الصيوني المسؤولي عن إغفاء استمرار جريماته بحق المضربين وفرضه الحصار على زيارتهم وإطارة الإشاعات وممارسة الخداع وسليب البطش تجاههم تطورات تأتي فيما طالبت الفعاليات الوطنية في رام الله الشعب الفلسطيني اعتبار زيارة ترامب لفلسطين يوم غضب شعبي عارم ويوما للمسيرات الشعبية المؤكدة على تمسك الشعب بحقوقه المشروع في العودة وتقرير المصير بإقامة دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدسة وأكدت رفضها للموقف الأمريكي المنحز للاحتلال رافضة الضغوط للعودة للمفاوضات برعاية أمريكية وقفة نظمها إعلاميون جزائريون لتضامن مع الأسر الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال مراسل الإخبارية أمين برحلة والتفاصيل في لفتة إنسانية وصرخة في وجه صمت العالمي إزاء معاناة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال الصهيوني نظم إعلاميون جزائريون وقفة تضامنية مع الأسر الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال وقفة تنشد الحكومة الحرة في العالم والهيئات الدولية لكسر الصمت وعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لبحث انتهاكات الصهاين الجسيمة بحق الأسر القضية الفلسطينية لا يجب أبدا أن تغيب لأنها إن غيبت سيغيب العالم العربي كله من الخارطة في هذا العصر الذي يراد له أن لا يكون عصرا عربيا بل أن يكون عصرا صهيونيا بامتياز مدام الآن أصبح الإعلام هو الذي يؤثر في السياسات ويتأثر كذلك بالسياسات وهذا ما نراه في الإعلام العربي أن القضية مغيبة تماما من الإعلام العربي القضية الفلسطينية كانت ولا تزال أم القضايا أريد لها بفعل فاعل أن تتقهقر إلا أن الإعلاميين الجزائريين عكسوا وجسدوا موقف الشعب والحكومة الداعمة للقضية الوطنية الفلسطينية أتألم عن ما يحدث بسوريا لأن سوريا كانت أحد الأجنحة الأساسية والأماكن الأساسية دفاعا عن فلسطين وقضاياها ودفاعا عن قضايا الأمة إذن هنا دور الصحفيين أن نستطيع أن نخرج من حالة الإديولوجيا ومن حالة الاستقطاب ومن حالة التمويل ومن حالة سني وشيعي ومن حالة يميني ويساري وإخوان هذا الكلام كله سيضعفنا ويضعف قضايا الأمة برمتها مواقف الجزائر بطبقتها السياسية والرأي العامة تبقى ثابتة في دعمها للقضايا العادلة ومواجهة سياسات الغرب وقوى الاستكبار العالمية التي ليس لها هدف سوى تقسيم الوطن العربي وتفتيته وإشاعة الفوضى في ربوعه رسالة للسياسيين الفلسطينيين الذين يجب أن يقومون بتوحيد موقفهم وإعادة منظمة التحرير الفلسطينية قوية ومن يخرج على وحد الشعب الفلسطيني فيجب أن نندد به جميعا والنصر لمحالة وقفة صحفيين الجزائريين التضامنية مع الأسر الفلسطينيين اليوم تؤكد ضرورة إعادة جدولة سلم الاهتمام العالمي في القضايا المصرية للأمة سيما في هذا الوقت الذي ضاعت فيه بوصلة الكثير من المنابر العالمية أمين برحلة الإخبارية السورية الجزائر القوة العراقية تستعد السيطرة على عشر قرى في محافظة نين وغرب مدينة الموصل بعد تكبيدها تنظيم داعش الإرهابي خسيرة كبيرة بالأفراد والعتاد منهم عشرون إرهابيا في صد عملية تسلل قرب الجسر القديم بالمدينة القوات العراقية المشتركة تواصل ملاحقة في لول إرهابي تنظيم داعش التكبيري غرب مدينة الموصل وتستعيد عشر قرى ومجمع سكني وهو مجمعة البنات السكني وقرى عين فتح الجنوبي وعين غزال الأولى وعين غزال الثانية وباشوك وخيلو وتلخان العامر ووفقا لبيان لقوات الحجد الشعبي فقد سيطرت القوات العراقية أيضا على أربع قرى في القيروان غرب الموصل وهي سادة زوبع والمسبس والنيلية وثرة الأويسط تطور ميداني يأتي بعد تحرير الجيش العراقي حيية الاقتصاديين وسبعة عشر تموز في معارك أدت إلى مقتل العشرات من عصابات التنظيم التكبيري وتفكيك سبع من سياراته المصفحة والمفخخة وقرب الجسر القديم في الموصل قتل عشرون إرهابيا بينهم متزعمون من جنسيات عربية وأجنبية عندما حاولوا تسلل إلى إحدى نقاط تمركز القوات الأمنية في ملاثة البقية بالفرار عملية تحرير الموصل حسب مصادر عسكرية لن تطول كثيرا بسبب الهزيمة الكبيرة التي منيت بها عصابات داعش الإجرامية وقطع أغلب إمداداتها لتتم فيما بعد مناقشة الخطة الخاصة بإغافة النازحين وفتح ممرات آمنة للعوائل النازحة النظام السعودي يواصل استهدافه المناطق اليمنية الأهلة بالسكان باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا والجيش اليمني واللجان الشعبية تقصف معاقل النظام الوحبي في موقع مستحدث بالسوديس ومنفذ الخضراء وشرق الطلعة والضبع عمليات نوعية ينفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية ضد مواقع عسكرية للتحالف السعودي الأمريكي الذي تكبد خسائر كبيرة بالأفراد والمعدات مدفعية الجيش واللجان استهدفت جنود النظام السعودي ومرتزقته في موقع مستحدث بالسوديس ومنفذ الخضراء وموقع شرق الطلعة والضبع محقيقة إصابات مباشرة بصفوفهم أما عن القوة الصاروخية فقد قصفت موقع مستحدث العسكري في الشبكة وتجمعات لآليات وجنود نظام الرياض خلف معسكر الثويلة إلى عسير حيث تم قنص جندي سعودي في موقع نشمة إضافة إلى ستة آخرين في مواقع الدفينية والكرس والسقيلية في جيزان فيما قتل ثلاثة من مرتزقة النظام الوهابية شمال صحراء ميدي إصابات مباشرة يحققها الجيش اليمني واللجان في صفوف عسكريين نظام السعودي الذي يواصل استهدافه المناطق الآهلة بالسكان المدنيين باستخدام الأسلحة المدولية ما أدى إلى استشهاد طفل في محافظة مأرب إضافة إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحة في صنعاء وصعدة وتعز وكانت القوة الصاروخية للجيش اليمنية استهدفت طائرة F-15 تابعة للعدوان شمال محافظة صعدة وسقطت في نجران اجتمع رعاة ومصدر وموولوا الإرهاب على مستوى العالم في عاصمة الإرهاب وتطرف الرياض وذلك لبحث التصدي لما أنتجته عيادهم الملطخة بدماء شعوب المنطقة طوال سنوات ماضية في مشهد يجسد أوضح صور النفاق التي اعتادت عليها الولايات المتحدة ومحمياتها النفطية التابعة له وترأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة استعراضية شاركت فيها بعض الأنظمة العربية والإسلامية المرتهنة أو المرتهنة لسيدها الأمريكي حيث تسابق في التنظير حول سبل التصدي للإرهاب الذي لا يحتاج القضاء عليه سوى موقفهم أو توقفهم عن دعمه وتصديره والمتاجرة به وعن استخدامه كأداة سياسية ضد الدول المستقلة الطابع المميز لسيارة الرئيس الأمريكي للسعودية هو المزيد من فتح النظام السعودي خزائن أمواله على مصرعيها أمام ترامب ووعود بمزيد من التنازلات وصفقات خيالية وقمم هدفها دعم الكيان الصيوني وتجاهل محاربة الإرهاب زينب مخلوف تتم العناية بالولائم والصفوف فيما توضع الذمم والضمائر على الرفوف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضيف الرياض في أول زيارة خارجية له النظام السعودي فتح خزائن أمواله على مصرعيها أمام ترامب بعد أن استقبلوه وهم يقدمون له فروض النفط والدولار إرضاء لغروره وعلى خطى سابقه من رؤساء أمريكا أتى ترامب ليعزز هذه القاعدة ويعقد صفقات بعشرة مليارات من الدولارات مع النظام السعودي لتصل عقود التسليح وحدها بين الطرفين إلى 110 مليارات وبطبيعة الحال ليس المقصود من التسليح استعدادا لتحرير فلسطين وإنما لقتل أطفال سوريا واليمن والعراق ومع تواتر المعلومات عن توقيع عقود تصل قيمتها إلى 350 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة حسب وزير الطاقة لدى النظام السعودي فمن المتوقع أن يتم التوقيع على صفقات أخرى بمليارات الدولارات بين شركة النفط أرامكو السعودية وشركات أمريكية النظام السعودي أعد لنفسه جملة من التنازلات الجديدة وعلى رأسها فتح فصول جديدة من التطبيع بين الكيان الصهيوني والأنظمة التي تدور في فلك النظام السعودي وتهدف بمجملها إلى تصفية القضية الفلسطينية والإنجراف وراء مشاريع ترامب الذي هدد بنقل سفارة بلاده إلى القدس المراد من الحدث إذن هو جعل ترامب راعياً لبعض الأعراب من بوابة نظام الرياضة الذي تكشف سياساته بعده عن قضايا الأمة واستعداده الكامل لتوقيع عقود الإذعان مع واشنطن وتل أبيب التي تتحكم بأموال الخليج ومقدراته إذا أعلنوا ذات يوم وفاة العرض ففي أي مقبرة يجفنون ومن سوف يبقي عليه اعتقلت السلطات الصينية عشرات الجواسيس للاستخبارات الأمريكية مدمرة أنشطة سعي في العاصمة بكين التفاصيل في التقرير التالي تحركات خفية وكبيرة بأساليب وأياد مختلفة تمارسها واشنطن تجاه دول كثيرة في العالم لعل أبرزها الصين القطب الاقتصادي والعسكري الصاعد الصين تعي هذا الأمر تماماً وتتصدى له بكل إمكانياتها حيث تعرضت وكالة الاستخبارات الأمريكية لواحدة من أسوأ انتكاساتها منذ عقود حسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وبحسب الصحيفة فأن بكين تصدت للوكالة الأمريكية باستهداف جهودها منذ عام 2010 وذلك بالقتل أو السجن لحوالي عشرين مصدراً سرياً لمعلوماتها الضربة تكمن في أن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية يجهلون ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تعرضت لخيانة من داخل الـ CIA أم أن بكين تمكنت من اختراق نظام سرياً تستخدمه واشنطن للاتصال بمصادرها السرية للمعلومات المصادر أوضحت أن تدفق المعلومات الاستخباراتية من الصين إلى الولايات المتحدة تقلص بشكل ملحوظ حين أدرك كبار الضباط في الـ CIA أن هناك مشكلة في الشبكة الصينية وفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية تحقيقاً مشتركاً بغيط الوصول إلى أسباب اكتشاف شبكة تجسس الأمريكية في الصين خبراء مكافحة تجسس بدأوا بتحليل كل العمليات السرية الأمريكية في بكين غير أن التحقيق لم يسفر عن نتائج مرضية حتى الآن إضافة إلى أن المحققين ظلوا منقسمين بشأن أسباب ما حدث من الرياضة حيث يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة تجمعه بأركان نظام السعودي أكد مسؤول في البيت لا بيضان كوريا الديمقراطية أطلقت صاروخاً باليستية متوسط المدى جيانا مرشد رسائل متعددة تودعها بيونج يونج في صندوق بريد أعدائها أحوى هذه الرسائل أنها تمد يدها للحوار والتعاون وفي الوقت ذاته لن تردخ للتهديدات وخاصة من قبل واشنطن لذا فهي تعمل على تطوير ترسانتها الصاروخية تحسباً لأي طارئ آخر التطورات في كوريا الديمقراطية إطلاقها صاروخاً بلغ مده 560 كيلومتر الصاروخ المتوسط المدى سقط على الأرجح خارج المنطقة الاقتصادية الحصرية لليابان بحسب مسؤولين في البيت الأبيض هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قالت إن بيونج يونج أجرت تجربة إطلاق صاروخ من طراز غير معروف إطلاق بوكتشتانغ بإقليم بيونج أهن مستبعدة أن يكون الصاروخ الكوري الديمقراطي بلستياً عابراً للقارات تجربة دفعت الحكومة اليابانية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي على خلفية هذه التجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الديمقراطية بيونج يونج تمتلك منذ فترة طويلة صواريخ سكوت يمكن أن تصل إلى كوريا الجنوبية وصواريخ رودينغ التي تصل اليابان وصواريخ هوسونغ 12 التي يصل مدها إلى 4500 كيلومتر والتي يمكن أن تصل القواعد الأمريكية في جزيرة جوام بالمحيط الهادئ غير أن تلك الصواريخ ليست للتهديد وأنما هي للدفاع عن نفسها فيما إذا تحرش هذا الغرب الاستعماري بها حضت اليونان دائنها في الاتحاد الأوروبي والصندوق النقد الدولي على اعتماد تدابير لتخفيف ديونها بعدما أوفت أثنى بالتزاماتها عبر إقرار تدابير تقشف أو تدابير تقشف جديدة اليونان بعد خلافات كبيرة مع الاتحاد ها هي أثنى تحض دائنها في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على اعتماد تدابير لتخفيف ديونها بعدما أوفت أثنى بالتزاماتها الالتزامات اليونانية جاءت عبر إقرار تدابير تقشف جديدة بعدما شهدت تظاهرات كبيرة في البلاد الجهات الدائنة كانت طالبة اليونان بتدابير التقشف للإفراج عن شريحة مالية تبلغ سبعة مليارات يورو من القروض الدولية التي ستستخدم خصوصا لتزديد أربعة مليارات يورو للبنك المركزي الأوروبية ومليارين لشركات استثمار خاصة وكالة فرانس بريس نقلت عن وزير المالية اليوناني أوكليدت ساكلوس قوله إن البلاد أوفت بالتزاماتها الكاملة من خلال اعتماد تدابير جديدة في البرلمان اليونانية وفي الوقت المحدد ساكلوتس أشار أنه لم يعد ثمة أعذار للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للمماطلة حول مساءلة تخفيف الدين مؤكدا أن القرارات باتت في أيدي المؤسسات وتعتمد على برنامج التيسير الكمي والعودة إلى السوق الإلزامية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يطالب الرئيس الأمريكي بعاد يديه القذيرتين عن فنزويلا بعد فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على قضاة في محكمة فنزويلا العليا بزعم تعزيز الديمقراطية في هذا البلد يامن ديب بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على كبار المسؤولين في الجهاز القضائي الفنزويلي طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإبعاد يديه القذيرتين عن بلاده مادورو طالب ترامب الكف عن التدخل والخروج من فنزويلا مؤكدا في تصريحاته هذه ما جاء في البيان الصادر عن حكومة بلاده التي اتهمت الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون فنزويلا الداخلية ومواصلة مسعيها الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في البلاد وكانت الحكومة الفنزويلي أعربت في وقت سابق عن أسفها لتبني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة ونهج سلفيه السابقين باراك أوباما وجورج بوش العدائي توجه فنزويلا مضيفة أن عدوان ترامب على الشعب الفنزويلي والحكومة تجاوز كل الحدود واشنطن تحاول زعزعة الاستقرار في فنزويلا بالاعتماد على المعارضة وحثها على الانقلاب على حكم الرئيس الشرعي مادورو وهي تستخدم في سبيل ذلك شتى الوسائل بما فيها العنف والفوضى والسبب واضح للجميع وهو أن فنزويلا دولة حرة مستقلة في قرارها ولا تخضع لواشنطن إضافة إلى أن مادورو يسير على نهج الرئيس الراحل إيغوتشافيز الذي قدمت جعل الولايات المتحدة طويلا وبهذا الخبر من فنزويلا نصل إياكم إلى ختام ساعاتنا الأخيرة ولم يبقى لتذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوية حمصة مدينة خالية من الإرهاب مع خروج الدفعة الأخيرة من مسلحي حي الوعر الجيش ينفذ عمليات مركزة ضد الإرهابيين في حماوى دير الزور وجيش النظام التركي يحاول ثقناته إلى مراكز لتدريب الإرهابيين إلى اللقاء اشتركوا في القناة